اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح التشوش في الرؤية صعوبة في التنفس ارتعاش العضلات تورم الأقدام احمرار لون البول بسبب التهاب المسالك البولية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم أما أعراض انخفاض ضغط الدم فهي الشعور بالدوار والدوخة ضيق التنفس يصبح الجلد باردا وشاحبا زيادة التعرق ألم في الصدر عدم انتظام دقات القلب ألم في الرأس تصلب في الرقبة آلام شديدة في أعلى الظهر السعال مع البلغم الإسهال القيء وبراز أسود بالعادة لا يوجد علاجات لحالات انخفاض ضغط الدم وإنما محاولة معرفة السبب إن كان بسبب أدوية يتناولها المريض فيقلل الطبيب منها أو يمنعه عنها ينصح في جميع حالات انخفاض ضغط الدم بالإكثار من تناول السوائل وإضافة الملح للطعام يجب التنويه إلى أن انخفاض ضغط الدم يشكل مخاطر صحية تكون في فشل جزئي أو كلي في بعض الأعضاء بسبب نقص الغذاء والأكسوجين الواصل إلى خلاياها تجدر الإشارة بأنه في الغالب لا تظهر أي أعراض أو علامات تشير إلى ارتفاع الضغط أو انخفاضه وأن الأعراض المصاحبة لارتفاع ضغط الدم مشابهة لأعراض انخفاض الضغط لذلك لا بد من استخدام جهاز الضغط لأخذ القياس الدقيق والتأكد من وضع الضغط الدم انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات